اشتركوا في القناة اشتركوا عليه مية وخل بابريكا وكمون وشوية فلفل اسود وشوية ملح لازم الخل يبقى كتير حوالي نص كوباية لان الخل ده هو اللي بيخليها آآ تقرمش لما باجي اقليها في الزيت بقلب الخليط على بعضه وطبعا لازم لما اشتري بطاطس تبقى آآ بطاطس تحمير مش طبيق بعد كده بحط البطاطس في المحلول اللي احنا عملنا ده اللي هو المية والخل والملح والبغارات وبسيبها حوالي ساعتين طبعا كل ما بسيبها اكتر بيبقى افضل يعني بس خلاص يعني ساعتين معقول مش مشكلة بعد كده في الطاصة بحط زيت سخن جدا وابتدي احط شرايح البطاطس بس ما تبقاش كتير ما تبقاش مالية الزيت عشان اقدر اقلبها اول ما بتحمر كده ببتدي اقلبها اطلعها على آآ زبدة او على منديل لحد الكمية كلها ما بتخلص بالشكل ده بتبقى حلوة جدا وانضف من برة واوفر وطعمها بيبقى حلو ممكن طبعا نحط عليها كطشة بتبقى جميلة جدا جربوها ان شاء الله تعجبكم